الآن مشاهدين نتحاول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال الجولة الاقتصادية ورجاء رمزي إليك رجائك أهلا بك يوسف أهلا بك إيمان كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى مصر جميعا مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها ويغم في هذه الجولة الاقتصادية صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التجارة الخضراء حيث أكد على وجود اهتمام عالمي متزايد بقضية التجارة الخضراء نتيجة التحديات الراهنة التي يمر بها العالم خاصة قضية تغير المناخ التي فرضت نفسها على الواقع العالمي وشر مركز المعلومات إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعرف التجارة الخضراء على أنها النشاط التسويقي الذي يعمل على تعزيز الإجراءة المستدامة للانخراط في التجارة غير الملوثة للبيئة وتشير البيانات إلى أنه في العام 2019 بلغت قيمة التجارة الخضراء نحو 1.3 تريليون دولار في الولايات المتحدة فقط كما أنها خلقت هناك نحو 9.5 مليون وظيفة بدوام كامل أعلن وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة بدأ تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر الذي تقدر احتياطياته بنحو 1.2 مليون أوقية من الذهب تبلغ نسبة الاستخلاص في 95% تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص وأوضح الملخ لتفقد مراحل العمل والإنتاج بموقع إيقات أن الموقع يتميز بأنه استثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية التي تشهد شراكة ناجحة وتعاون مثمرا مع القطاع الخاص المصري احنا سعاداء جدا لأن احنا موجودين النهاردة في أحد المواقع الهامة للتعديل وموجودين في جنوب مصر آآ وموجودين في منطقة اسمها آآ إيقات عند جبل إيقات وهو خاص به آآ احتياطي حوالي واحد واثنين من عشرة آآ مليون وقية لغاية النهاردة ومرشح أنه يزيد ان شاء الله في الفترة القليلة القادمة نهاردة احنا بدأنا نشتغل فيه انتاج تجريبي وبإذن الله آآ ابتدينا نطلع سبايك مبدئية وعندنا آآ جيولوجيين ومهندسين وفنيين آآ مصريين بيشتغلوا في الموقع آآ على أعلى كفاءة ومعانا بعض الخبراء الأجانب والانتاج آآ مع الوقت هيزيد وآآ كل ده الحقيقة كان آآ نتيجة آآ تطوير آآ الخاص به آآ القطاع التعدين وبدأنا بآآ تعديل في قانون التعدين وآآ غيرنا اللاحة التنفيذية وغيرنا النظام المالي وغيرنا نظام الترخيص وآآ أتصور أنه ده كان آآ من العامل الأساسية اللي آآ شجعت آآ النشاط آآ في آآ البحث عن الذهب ده بخلاف المزايدة العالمية اللي تمت وإن شاء الله فيه يعني خطط طموحة لزيادة عدد الشركات وزيادة مناطق البحث والاستكشاف عن الذهب شهد رئيس وهيئة قناة السويس الفريق سامة ربيع احتفالية ترسانة بورس عيد البحرية برفع العلم المصري على القاطرة أمين زيد أحدث قاطرات الأسطول ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحرية للهيئة ذلك بحضور ممثلين عن عدد من التوكلات الملاحية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادات الترسانة وأعضاء نقابة العملين بالهيئة هذا وتعد القاطرة الجديدة هي الثالثة ضمن سلسلة تضم ست قاطرات يجرى بناءها ضمن بنود التعاقد ما بين هيئة قناة السويس وترسانة جوانزو الصينية الذي يتضمن بناء ثلاثة قاطرات بالترسانة الصينية وثلاث قاطرات ممثلة بترسانة بورسعيد البحرية نحن كنا بنينا ثلاثة في شركة جوانزو في الصين كنا نتكلم على أنهم ستة ثلاثة يتبنوا في الصين وثلاثة يتبنوا هنا في الترسانة بورسعيد بالأيد المصرية بتعاون مع الصينيين زي ما احنا شايفين البولوكات اللي هي اللي خلصت من الثلاث قاطرات الثاني ما حسنا نخلص إن شاء الله أولوحدة في شهر نوفمبر ثم في شهر فبراير ثم في شهر ستة ده ننقل الخبرات والتكنولوجيا اللي موجودة في الصين وهي خبرة كبيرة وعالية جدا للترسانة بورسعيد والعمال الترسانة بورسعيد حيث أنهت البورسة المصرية تعاملت جلسة منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب بسطة تداولات متوسطة وربح بلغ 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 993.6 مليار جنيه لصعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي للبرسة المصرية EGX30 بنسبة بلغة 2.69 فئة المئة ليبلغ مستوى 15325 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط EGX70 بنسبة بلغة 3.5 مئة فئة المئة ليبلغ مستوى 271 و70 نقطة فيما شملت المترفعات أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 3.4 مئة فئة المئة ليصل قيمته إلى 4096 نقطة أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك هيثم الغيس أكد أن اتفاق المنظمة على تقليل الانتاج سهم في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجهها أسواق النفط العالمية وأضاف الغيس خلال زيارتي لبغداد أن أهم أهداف اتفاق أوبيك هو تحقيق الاستقرار والتوازن ما بين العرض والطلب في نوفمبر قرر تحالف أوبيك بلاس الذي يضم أعضاء أوبيك إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين خفض انتاجه بمقدار مليوني برميل يوميا ذلك في ظل تراجعي أسعى النفط هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين عودة مجددا إلى يوسف وإيمان فإليكم شكرا لك رجعي